مقبول يجي من أي جهة سياسية من خارج الوزارة البروبوغاندا الإعلامية والإنجازات الوهمية أصبحت شعارا ثابتا لحكومة السوداني فليس هو الشخص الوحيد الذي يروج لإنجازات يراه العراقيون في عالم الخيال لا أكثر وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فاق دخلت على خط التضليل عندما قدمت عرضا إعلاميا ملفقا عن عودة نازحين إلى قرى الإسكندرية القريبة من جرف الصخر النازحون تلقوا العرض الإعلامي بالسخرية والامتعاض من المتجرة بمأساتهم مؤكدين أن مزاعم وزيرة الهجرة والمهجرين مجرد عروض إعلامية فاشلة لتمرير عملية ممنهجة للتغيير الديمغرافي بينما لا يزال أهالي المنطقة نازحين في مخيمات تفتقر إلى الشروط الإنسانية بعد أن تم استباحة أرضهم وبيوتهم من قبل الميليشيات صحفيون أكدوا أن الذي عرضته وزيرة الهجرة والمهجرين يتعلق بـ 41 عائلة منها 16 عائلة من مربي الجاموس من جنوب العراق وتحديدا من عشيرة المسعود دخلت إلى منطقة أبو شمس والخضر شرق نهر الفرات وتتبع ناحية الإسكندرية ولا علاقة لها بجرف الصخر أو ضواحيها أو أزمتها من قريب ولا بعيد ليست المرة الأولى التي تمارس فيها إيفان فائق عملية التضليل الإعلامي وبيع الوهم فسبق لها أن تعهدت في شهر كانون الأول عام 2022 بإعادة نازح جرف الصخر قبل أن تتنصل من وعودها بالقول إن ملف جرف الصخر أمني وسياسي نظرا لأن جهة أمنية دون أن تسمها ماسكة للأرض هناك مبررة موقفها بالقول إن الوزارة لا تستطيع فرض رأيها على جهة معينة لديها ما وصفتها بالتوجهات أو الهواجس ملف جرف الصخر يعرف الجميع أنه مرتبط بطهران مباشرة ولا سلطة لأي مسؤول في بغداد عليه بل إن صحيفة نيويورك تايمز سبق أن أكدت أن جرف الصخر تحولت إلى منطقة يعجز حتى قادة الجيش والمسؤولين في العراق من دخولها حتى باتت قاعدة عمليات أمامية لإيران وتخطأ لسيطرة ميليشيا حزب الله التي تستخدمها لتجميع المسيرات والصواريخ التي يتم الحصول على أجزاء منها من إيران اشتركوا في القناة